الجسد في مكان والقلب في مكان. وهذا يعلمه المتزوجون جيداً اكثر مني. ونصيحة للرجالة. الست تعرف ان الراجل تعرف جيداً. الراجل مش هنا. هو موجود. الراجل مش هنا. يعني مش هنا. ما هو جسده في مكان? وقلبه فين? في مكان تاني. قالت عنها واحدة اسمها دليلة عارفينها في سفر القضاء. قالت كيف تقول اني احبك وقلبك ليس معي? بتقول بتحبيني بس قلبك مش معي. انت جسمك معي لكن قلبك مش معي. الجسد في مكان والقلب في مكان وهذا يجرح الثقة. وده من غير ما تتخضوا. في علامات. اقولك انا شوية علامات من المشاكل اللي انا بشوف. لو لقيت شريك الحياة منشغل تماماً. اعرف ان قلبه في مكان وجسده في مكان. على طول مجهول. مش مركز. مش موضوع شغل. ان رأيته مع شخصية معينة بتكلم عن شريك الحياة. بانفراد اوقات كتيرة. ودي مش مراته ولا ده جزهة. شخصية معينة انفراد. الجسد في مكان والقلب في مكان. اني والجسد في مكان. عشان كده الراجل سليمان الحكيم بيقول كده انه بها يثق قلب زوجها. انه واثق فيها. ودخلها اختبارات كثيرة وهي ايضاً ونجحه. ويبخت كل واحد محظوظ. انه مراتك انت بتصق فيها وجوزك انت كمان بتصق فيها. الثقة عشان نبنيها في الجواز بتحتاج وقت. والمواقف الحياتية بتبنيها. يعني موقف على موقف على موقف. اهدي مثال واحد خبط ديليفوري خبط وكلمك كلام كويس. ولطيف. وخد تليفونك. بيتواصل معاك. لو انت جدعة قدام جوزك تروح عاملة في ايه? الودة. بتشديه. انت بتكلم معايا بالطريقة دي ليه? انا مش عايزة اخليكوا تتعلموا كرة ايه? بودي تتعلموا كرة ايه? يعني. بتتكلم بالطريقة دي ليه? ما تجيش هنا تاني. الراجل لما بيسمع كده يقول بها لا يسيق قلب. راجل. راجل. راجل.